منذ أن خطها أبو جحفر المنصور داراً للسلام ومنارة للعلوم مرت بغداد بفترات حضارية متنوعة منها الفترة العثمانية التي استمرت نحو أربعة قرون وجاءت بعد مرحلة عصيبة مرت بها بغداد تمثلت في آثار الغزو المغولي لها وقوفاً عند محطات بغداد في العهد العثماني بدأ يوم الخميس في مدينة إسطنبول مؤتمر يستمر على مدار ثلاثة أيام ويبحث في حركة التحديثات التي انتهجها الولاة العثمانيون في بغداد على الصعود كافة ويعرض وثائق تلك الحقبة المهمة أهمية هذا المؤتمر بجوانب عديدة حقيقة أولها أنه لفت أنظار الباحثين وعامة المثقفين إلى أهمية التعاون بين المؤسسات التركية والمؤسسات والباحثين في العراق من أجل إبراز حكمة مجهولة من تاريخ العراق هي حكمة الحكم العثماني جلسات اليوم الأول ركزت على التحديث الإداري من ناحية المواصلات المائية وتوزيع الأقضية والنواحي والاستراتيجيات التي اتبعها الولاة العثمانيون لتحقيق نقلة نوعية على مستوى التقسيم الإداري ورأى الباحثون أن أهم بصمة حضارية تركها العثمانيون في بغداد كانت في عهد الوالي متحة باشا هذا النقل البحري والنهري كان يبتغي متحة باشا منه إصلاح الوضع الاقتصادي بأجمله لأنه لما اكتشف دجلة واكتشف الفرات وطهرهما وشق قناة بين الفرات ودجلة كان يبغي إحياء أراضي زراعية كان يبتغي من وراء هذا الأمر تصدير الحاصلات الزراعية العراقية العراق في القرن التاسع عشر يوصف بأنه مستودع حبوب الإمبراطورية العثمانية حضور في المؤتمر سجلته مؤسسة تيكا التركية لترميم الآثار في بغداد عارضة أعمالها في هذا المجال ومنها ترميم جامع عبدالقادر القيلاني عمليات الترميم والإصلاح في جامع عبدالقادر القيلاني تركزت على إصلاح القباب وترميم الجدران والمحراب والنوافذ جلسات اليوم الأول تضمنت أيضا البحث في التشريعات القانونية العثمانية في بغداد وأثرها في بناء الدولة العراقية إضافة إلى الحديث عن الحركة العلمية والثقافية وما رافقها من نشوء الصحافة البغدادية محاولة دراسة بغداد ضمن الإطار الجديد ضمن المؤتمر هذا العلمي وغيره من مؤتمرات تخص العراق هي برأيه أنه تدعو إعادة رسم من تاريخ العراق رسما جديدا المؤتمر يأتي على طريق إعادة قراءة تاريخ بغداد في العهد العثماني من خلال آلاف الوثائق التي أرخت تلك الحقبة لتكون شاهدة عليها